احتفل صناع فيلم 200 جنيه بالعرض الخاص للفيلم وده كان بحضور عدد كبير من الجماهير والصحفيين طبعا بالإضافة لعدد كبير من أبطال العمل المشاركين في الفيلم زي الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، ليلى علوي، خالد الصاوي، ملك أورا، مي سليم، دينا فؤاد، هاني رمزي، طارق عبد العزيز وأحمد رزي طبعا ما حفظ الألقاب لهم كلهم كل واحد نجم في مجاله وطبعا من إخراج محمد أمين فيلم 200 جنيه بتدور أحداثه في إطار اجتماعي بيستعرض 8 قصص مختلفة منها الكاميدي ومنها التراجيدي بيظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم زي ما قلت كل بطل ليه حدوته ويمكن دي حلاوة الفيلم الفيلم بتدور أحداثه في إطار اجتماعي حوالين 200 جنيه بتتنقل المتين جنيه دي من شخص للتاني طبعا الفيلم اتعمله دعاية كتير جدا وانتشرت عنه أخبار كتير ممكن شوفنا على السوشال ميديا قدقين ناس كلها متشوقة وشوفنا الدعاية فعلا الكبيرة قوي اللي حصلت له علشان كده ناس كتير وأنا منهم متحمسين جدا وكنت متاظرة في فارغ الصبر إنهم يقولوا بقى إمتى العرض الخاص للفيلم عشان نلحق أو نعرف ننزل نشوفه تعالوا نشوف كواليس العرض الخاص لفيلم 200 جنيه ونشوف الأبطال اللي التقنا بيه الجمهور أعتقد أنه هيتحمس التجربة جدا وهيتحمس تجميعة النجوم الموجودة وأدوارهم الحلوة قوي وإخراج محمد أمين المتميز طول عمره وأحمد عبد الله بورقه اللي طول عمرنا عارفينه هايل فأعتقد أنه كلنا هنحترم التجربة إن شاء الله 200 جنيه فيلم فكرته جديدة مختلفة كل اللي قرى السيناريو من الممثلات والممثلين عجابهم وعشان كده شاركوا فيه وحبوا أنه هما يقفوا جنب الإنتاج وأكيد جنب الصناعة السينما اللي بتهمنا كلنا بجد فكرة جديدة وجميلة أنا استغربت والله لما شفت النجوم دول في الإعلان أنا عارف إنه هاي بقى فين نجوم كبار وكتير بس بتخيلش كل الأسامة دي هتبقى موجودة وده إذا مش بس يتحسب للكاتب بفكرته البراقة أو السيناريو المتميز ومش بس المخرج أمين بما كتابته بطاريخه جبير لكن كمال للمنتج ده أكيد عشان تعرف منتج يجيب الناس دي كلها مبدئاً لازم يكون راجل محترم ولطيف وكلمته واحدة وبيطعف بالموعيد ومطرمش الشيكات زي الناس التاني أنا ما شوفتش خمسة جنيه بس أكيد الخمسة جنيه دلوقتي ما بقاش لها إيه ما فعل قال نبتدي من 200 جنيه وطالع أظن إنه في التوقيتات في زمان لو كان حتى قال خمسة جنيه حيبقى قصة موحدة يعني حد أنت بيحصل لك حاجة بالخمسة جنيه وبتاعه إنما التنقل الرشيق بين جوانب المجتمع دي أظن إنها حداثية أكتر أظن لكن الأدوار لما توزعت فكل واحد فينا بيصور ثلاثة ايام أربعة ايام وخمسة ايام إلى جانب إن أنا أنت عتشوف دوري يبدو مريح لأنه ما بعملش حاجات كتير فيه بس الشغل جوه كل فنان كبير بيختفي ورجع تاني إضافة لنا لأنه بنستفيد منه فيلم مليان أفطال البطل الحقيقي في الفيلم هي المتين جنيه المتين جنيه بتمر على مجموعة أنماط مختلفة من المجتمع كل نمط فيهم بيحكي حدوتها وبيقول مرال من خلال وجود المتين جنيه معه لمدة يوم أو يومين دي شطارة من الشركة المنتجة لأنها قدرت فعلا تعمل بروي لطيف الناس بقت حبة تعرف ايه موضوع المتين جنيه ايه حكاية المتين جنيه فتكرر كلمة متين جنيه كتير في الفترة اللي فاتت فبقت دعاية أول ما الناس عرفت إن المتين جنيه ده فيلم السيد محمد أمين طبعا ده عشرة 21 سنة من سنة 2000 عملنا مع بعض فيلم ثقافي وهو الحقيقة دايما بيخرج أفلامه اللي هو بيكتبها أول مرة يخرج فيلم مش هو اللي كاتبه وده دليل على إنه اقتنع بالفكرة واقتنع بالتجربة وحب السيناريو قوي فبالتالي قدر يطلع الفيلم مبروك جدا لعودة الجميلة إسعد يونس أقول مبروك لعودة الجميل محمد عبد الحميد مونتك فردي مخرج محمد أمين كل الزملاء والزملات اجتمعنا على إحنا بنحب السيمة يعني إحنا كلنا بنحب السينيمة بس لما قريت الفيلم يعني حسيت إنه ما ينفعش معملوش يعني خلصت الفيلم كلمت الشركة المنتجة اللي بشكرهم إنهم خلوني جزء من الفيلم ده بشكر أستاذ محمد أمين المخرج العظيم اللي خلاني أو حطاني في دور مختلف وجديد أستاذ أحمد عبد الله بقوله أنت فوق الرائع وأتمنى إن شاء الله أن الفيلم يعجب بشارك في جزء بسيط من الفيلم أكيد فخورة بدا ببارك للكاتب وستاذ أحمد عبد الله والمخرج وستاذ محمد أمين أتمنى إن إحنا نكون عند حسن الجمهور وأتمنى إن التجربة تعجبهم البطل هو الميتين جنيه فأنت بتشوف حواديد كلها مرتبطة بالميتين جنيه وفي علاقات بين الحواديد بس أنا مش عايز أحرق طبعا فالفيلم جديد إنه يبقى فيه التركيبة دي ويا رب يطلع يعجب الناس يا رب إن شاء الله الفيلم هنا بيتكلم عن النفس البشرية ماذا تصنع لما بيجي لها ميتين جنيه أو هو معه كتير والميتين جنيه دي بالنسبة له عاملة إزاي فيلم مهم جدا وفيلم أنا من أول ما أنا اتبعتلي أنا كنت مسافرة ووأنا مسافرة كنت يعني وانا بقى روما متحمسة عايز أرجع وعايز أشتغل وعايز أعمله شخصية أول مرة قدمها هي شخصية حد مساعدة في البيت هي رايحة بتساعدهم في تنظيف البيت وفيه يعني الحدوتة دي بالذات متناولة بشكل جديد قوي علينا هتلاقي وجهتين نظر مختلفين تماما ممكن تبقى صدمة للجمهور لما يتفرج السينما محتاجة حاجة كده إن شاء الله يعني حيطلع أحسن من الواحد المتوقع كمان بس كانت فعلا السينما محتاجة أريف ريش بالمجموعة دي بالناس الأسامي أسامي تخده أصلا فيلم كده تحس يعني تفرج على فيلم بقى إن شاء الله أنا أصلا مش مصدق إن كل دول مواجودين في فيلم واحد يعني حاجة كبيرة قوي زي فيلم ساعة ونص ما ده برضو كان فيلم عظيم وعمارتي عخوبيان الأفلام اللي بتدوم الفنانين كتيرة دي يعني بتبقى قيمة في الآخر لأن كل فنان من دول عنده جمهور وكل فنان من دول بيديف للفيلم فالفنان في الآخر بيطلع دسم وقوي يعني أنا جاي هنيهم جميعا وأنا سعيد جدا عودة الأستاذة الفنانة المثقفة سعد يونس وفريق العمل كله يعني دايما المركز الكاثوليكي بيبقى سعيد جدا لما يكون في صناعة سينما فيه دايما بتدينا وتبهرنا بعملها هاني دايما أفلامه متميزة طبعا ببارك لهاني ومبروك لأحمد الساقة ومبروك لكل حبيبنا ربنا وفاهم وأنا سامع أن قصة الفيلم حاجة جمد قوي فحاجة جميلة إن شاء الله يعني تبقى إضافة قوية للسينما إن شاء الله خالد دايما حريص جدا على مذكرة أي كاركتر بيعملو كويس جدا جدا والحياء هو كان دم الأعمال اللي هو كان متحمس لها جدا وممكن من الحاجات اللي وافق عليها اندى سبوت أول ما قراها يعني وبعين دا كمان مش أول تعاون ما بينهما بين أستاذ أحمد عبدالله المؤلف إنهما أصدقاء معروف يمكن من أيام المسرح الجامعة في قولة الحقوق ويشتغلوا مع بعض أعمال كتير